موسيقى 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 اليوم كان المحكمة مخصصة الاستماع الطلبات ديال الزملاء ديالنا اللي كينوبوا المتهمين واللي تركزت كلها في استدعاء واحد عدد كبيرت الاسماء من الناس اللي حروا المحاضر الى بعض المعتقفين بعض الشعراء بعض الناس المنتخبين بعض السياسيين كذلك الوزراء الذين اتخذ فيهم اخيرا قرار من طرف الملك بمناسبة الملف وطلبوا تأخير المتهمين او المحامين ديالهم الاسبوع الجاي بشي قدموا بدفوعات اخرى اللي متعلقة بالمسطرة مبعد ما قد نهيوا قد نجاوبوا احنا كمطالبين بالحق المدني في الجوانب اللي كتهمنا كأطراف مدنية باش ننعبره كذلك نحن على رأينا فيما يتعلق بالطلبات كلها للولا ولا التانية ان شاء الله اولا المتهم كيفما كان وبطبيعة الحال كيعبر عليه المحامي دياله عنده الحق يطلب صداء اي كان هذا كحقه المطلق امتى كان سأله وامتى سأله المحكمة الى استجابة الطلب دياله بطبيعة الحال هتقول له لاش بغيتي فلان يجي اشنا الغرض منه هناك يخصصوا يقول لها اه اشنين المبررات ديال تقديم طلب صداء اي شخص اما العاعدة جرات انه المتهمين كيتلبوا وهذا حقهم اللي كيكفدوا ليهم القانون بطبيعة الحال ولكن كتبقى المحكمة هي اللي هتقدر وش يمكن لها تصدعي الاسماء اللي تعرض عليها او ماذا لان الرئيس المحكمة هو اللي غايشوف من بعد شنين الاسماء اللي غا تكون مفيدة في الملف وغا يمكن استجبليها او ما يستجبليها او الاسماء اللي غير مفيدة وكذلك هو القرار دياله في نهاية المطاف ورغم الاسماء اللي تسمعتوا اليوم المحكمة اللي غا يتحسم اش من طالب غا يمكن لها تستجبليه اه في المسطرة ده بادوا الطالبات كيسموا الطالبات سيدعا ومبعد غا تبدو الاسبوع الجاي اشنو كياخدوا على المسطرة منذ الاعتقال ديالهم والاجراءات التحقيق اللي كتسمى في القانون الدفوعات الشكلية يعني المرتبطة باجراء المسطرة فايدا نحن باقين في صلب الاجراءات المسطرية ولكن اللي ظهر اليوم وانه اللي المحكمة تسير بهدوء ورئيس يضي ضابط الجلسة وكاين واحد النوع ديال سير عادي تلميل في اليوم موسيقى